لا مؤشرات على قرب حسار الأزمة الإنسانية أو التخفيف منها على الأقل في ظل استمرار الحرب وعمليات التلاعب بالمساعدات الإغاثية ونهبها في مناطق سيطرة الحوثيين تلاعب وعبث دفع بمنظمات أممية كالغذاء العالمي في وقت سابق إلى التلويح بوقف تزويد أعداد كبيرة من المحتاجين بالغذاء وهو تهديد جاء بعد ورود تقارير عديدة تحدثت عن قيام مليشيا الحوثي ببيع المساعدات الغذائية في السوق السوداء واستخدامها لتمويل الحرب من جهة واقتصار توزيعها على جزء معين من المواطنين الذين ينتمون لها لم يستطع الحوثيون مجابهة تلك الاتهامات الموثقة بالأدلة فخرج بعض قياداتها لاتهام المنظمة بجلب الموت للنساء والأطفال عبر أغذية وصفتها بالفاسدة تلك تصريحات وجدت صدها لدى الحكومة الشرعية التي اعتبرتها على لسان رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح نوعا من أنواع التحريض والإرهاب ضد المنظمات الإغاثية الأممية العاملة في اليمن وتضر بالنشاط الإنساني بشكل عام حرب التصريحات هذه لا تبدو طارئة أو جديدة على الأحداث فقد رافقت اليمنيين من أول رصاصة وكانت الممارسات على الأرض ترجمة واقعية لها وما حقيقة تمسك الحوثيين بالسيطرة على ميناء الحديدة إلا دليل أكيد على استثماره في نهب وسرقة 70% من الواردات والمساعدات الدولية التي تصل عبره تشير تقارير حكومية إلى أنها سجلت خلال الفترة من 2015 إلى 2018 احتجاز خمس وستين سفينة تحمل مساعدات وتفجير أربع شاحنات إغاثة كما لا تزال الشاحنات المحتجزة في محافظتي إب والبيضاء شهدة على عملية النهب والسرقة والمصادرة وكعادتها لا تكترث مليشيا الحوثي للنتائج والعواقب فكما تستخدم البندقية في حصد أرواح مناهضيها تستخدم سلاح الجوع في تصفية الصامتين في أكواخهم ومنازلهم وهو سلاح تعتبره المعاهدة والاتفاقات الدولية انتهاكا للقانون الإنساني الذي لم يجد مساحة للقبول بالنسبة لمليشيا مسلحة كما لم يجد يد مسؤولة في إلزامها به حتى الآن وما الأمم المتحدة إلا وسيط هش أتح للحوثيين فرصة التطاول وإطالة الحرب معها في بلد فاض بالموت والجوع والمعذب